طيب كابتن سارة عبدالحافز اجتمع مع دكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق عشان يطمئن منه على حالة اللاعبين قبل مباراة يوم الخميس كان فيه كلام في اصابة محمد هاني وحسين الشحات لكن الحمد لله خلال الساعات الاخيرة اطمئنين على حالتهم وجاهزيتهم لمباراة يوم الخميس ايضا كمان فيه مجموعة موجودة خارج القائمة الرئيسية زي وليد سليمان محمود وحيد حمز علاء وليد سليمان بيقترب بشكل كبير ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية بعد كأس العالم الاندية للدخول في المران الجماعة والتواجد مع الفريق في المباراة الفترة اللي جاية عندي بقى خبر يمكن شرحت هذه الجزئية في التغطية الخاصة يوم صفر الفريق لكن عايز اأكد عليها لان كأس العالم الاندية فيه تفاصيل معينة مرتبطة بالتغييرات والتبديلات اللي هتم خلال المباراة الكابتن سيد قال ان الفريق بالتأكيد استلم كل اللوايح المنظمة لبطولة كأس العالم للاندية طيب في هذه البطولة زي كل البطولات انت عندك خمس تغييرات ده طبعا طبقا للبروتوكول اللي اقره مجلس الايفاب في الاتحاد الدولي عشان ظروف الكورونا بدل ما كان فيه ثلاث تغييرات فقط لا بقت خمس تغييرات وده بيتم حتى في الدور المصري خلال الفترات السابقة وفيه بطولات افريقية لكن الخمس تغييرات بتتم طبعا في خلال ثلاث توقفات فقط الجديد بقى في هذه البطولة ان المباراة يعني مثلا ادي مثال مباراة الدحيل والاهل يوم الخميس المباراة في وقتها الاصلي التسعين دقيقة اذا انتهت بالتعادل السلبية والاجابي هتلعب وقت اضافي طيب لما تلعب وقت اضافي هيكون متاح لك تأمل تغيير سادس ده بقى الجديد في هذه البطولة يعني انت الخمس تغييرات في الوقت الاصلي لو رحت للإكسترا تايم في مباراة الدحيل والاهل عيبع عندك الفرصة انك تأمل تغيير سادس عشان هتلعب تلاتين دقيقة على الشوطين فيه تغيير سابع بس نتمنى ما يكونش فيه ان شاء الله بإذن الله لا للأهل ولا الدحيل لان التغيير السابع ده بيتم بسبب حالة الارتجاج اللي بيتعرض لها اي لعب بسبب الاصابة الخطيرة في الملعب وده بيكون من خلال الطبيب الفيفا اللي موجود في ارضية الملعب مع الطبيب الفريق المعني بالاصابة ده الإجراءات اللي هتتم في مباراة كأس العالم الاندية ودتكم سال على اللي يحصل في مباراة الدحيل والاهل يوم الخميس الجاي خمس تغييرات تغيير سادس لو لعبنا اكسترا تايم تغيير سابع لقدر الله في حالة الارتجاج بالمخ أو الاصابة الخطيرة في الوقت الإضافي في المباراة قلت قبل كده ان الاكسترا تايم موجود بس في المباراة المؤهلة للأدوار التالية يعني مباراة تجريس المكسيكي مع أولسان هونداي الكوري هيكون فيها اكسترا تايم مباراة الدحيل والاهلي هيكون فيها اكسترا تايم مباراة النصف النهائي سواء مع باير ميونيخ او بالميراس البرازيلة هيكون فيها اكسترا تايم بالاضافة الى المباراة النهائية مباراتين فقط ما فهمش وقت اضافي هي مباراة تحديد المركز التالت والرابع ومباراة تحديد المركز الخامس والسادس 90 دقيقة اذا حصلت عادل تروح مباشرة الى رقلات الترجيح من نقطة الجزاء مفيش فيها اكسترا تايم عشان دي مباراة تحديد مركز مش مباراة مؤهلة للأدوار التالية ودي كلها تفاصيل موجودة بالتأكيد مع الجهاز الاداري وده تم شرحه فيه ورش العمل اللي تمت خلال الفترات الاخيرة